السلام عليكم متتبعيني لأوفية مرحبا بكم فيديو جديد لكمالة ديالا فيديو ديال البارحة لبنات اللي متبعيني مرحبا بكم بلاي كل اشتراك وبرتاج جمعة لأهل والحباب مرحبا بكم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن في كل مكان في كل بلاد مرحبا بكم متتبعيني لأوفية الناس جدا تقول لكم مرحبا شكرا لكم على انضمامكم على تسجيعكم ليا ونسلي في القناة انتم مرحبا لنا الخير شكرا لكم عائلتي الثانية بسمحوا اليوم رهد الأيام هذه الأواخير رهد لجوركم عارفين مبدل كل شي مريض الله يشفي الجامع يا ربي ويجعلها من مغفرة الدنوب ويغيتنا بشتوى تغسل هادنا مرد تغسل هاد الشي اللي الصراحة واللي نكا نشوفوه الحمد لله كما قلت لكم قبيلة في الليف ديال الغاز لبنات اللي ما شافوش الليف راه أوليت كان دلكم الليفات في هكا تلاتة ونس ديال وسط النهار ولا في الصباح لما هي مقتم ما قدرت غادي نحاول نزقي على ساعة معينة إن شاء الله باش تكونوا معايا نقولها لكم إن شاء الله تكونوا معايا حتى أنتم ما دلت شو معايا تحكوا شوية على الغاز إن شاء الله مغربية شعبية إن شاء الله غاتعجبكم كما حطيت لكم لغز دبا يلا حطيت الليف يلا حطيت لكم دبا الليف في هاللغز وجيت كان منطي هاد العرض هاد المهم ما عرفتش إمتا غادي تشوفو هاد الفيديو وقت ما شفتوه إن شاء الله يا ربي نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير مرتاحين في عقلكم وقلبكم المهم كما وكلكم نصرح لكم بعدها الفيديو نصرح لكم أسنو كاين في الفيديو هاد نكمل لكم على الهضرار لكم معارفين هادو من هادو ولا العظيم الله صعب خاصة من المونتاج تقلسي تمنطي وتسربي تكملي وتعاودي وتقطعي الهضرار من هنا تقدمنا هنا ولا العظيم الله شي حاجة صعيبة بزف كتدي الوقت والوقت ما كينش الله يحفظ كي يطير كي السيف والله العظيم النهار اللي داز ما كيرجع الله يجب علينا مغفر الدنوب يا ربي العالمين ويسهل علينا منزل الحمد لله الحمد لله على كل حال جمعتكم مباركة تقبل الله همينا ومنكم الجميع المسلمين صالح الأعمال مهم هاد الفيديو هاد كان منطيه نهار الخميس غدا الجمعة إن شاء الله يا ربي ما عرفتش واش نتغنزل اليوم ولا غدا على حسب ونقسم ما شفتوه شجعوني باللايك وليشتراك والفرطاج مع الأهل والحباب جزقكم الله آلف خير مهم بعدا نشرح لكم الفيديو نشرح لكم الكمالة ديال الفيديو ديال البارح ديال الصويك اللي وجدت معكم واحد هكا مخيدة منها ساكم منها مخداء ديال خراجات ديال إن شاء الله الغابة إن شاء الله يا ربي العالمين ديال الربيع الله يجيب الربيع يا ربي جيب ستيكون الربيع إن شاء الله نخرج جمس ندعو به ونمتعو عوينتنا وولدتنا يا ربي المهم كما قلت لكم درتك المخيدة درت فيها جميع اللوازيم اللي غادي نحتاج إن شاء الله من الأتواب ماشي اللوازيم اللي ديال هكا حواج أخرين المهم هنا كان نوجد معكم الصق بديتوا معكم البارح راني هناي كان نشارك معكم هاد اللعيبات اللي يكلكم البنات راني كان ناخدهم هكا في حويجات اللي كيكونوا ما بقاوش صلحين الاستعمال كتكون فيهم شي لعيبة بحل هكا عجباني بحل هكا التمسح اللي انتو ما كتشوفو حيتهم من واحد تيشورت هكا الصغور حيتهم منو وبقولية شي حاجة زوين عملية غا نسقها في اي حاجة جديدة درتها كما انتو ما كتشوفو اللي كا ما ستديوش عليها مقلوبا المهم كان بغي نصور ما كينش الوقت انك تقدي وتفركسي رضاك شانا ما كنت دياش فيه مهم الموحتوى بسيط وعلى طبيعته والحمد لله اللي في قلبي على لساني ينسى نصافية دائما معكم والله يخلينا في سباغتنا الحمد لله اللهم وليك الحمد المهم كينما انتم مولفين معي دائما البساطة راني كان ورليكم اللي تضحكوا شوية لش اللي ما نضحكوا شخصي غير على رأسنا كما وكلكم قبيلة خاصة في هاد الزمن والله العظيم لله الضحكة طلعيها في الداخل ديالك صعيب والله العظيم لله صعيب الضحكة في هاد الزمن الله يخفف علينا مكتب علينا ويجعلها مغفرة الدنوب يا ربي العالمين المهم كما شفتوا معي شاركت معكم دوك اللعيبات كامرين عاود تاني نعمل الله الحمر عزيز عليها البنات الحمر شكون فيكم تنتم اللي كتحمق على الحمر اولك حل بزاف عزيز عليها الحمر اولك حل بزاف تكشي لاش كان نركز عليها بزاف هكا في المسائل هكا في الخياطة اولا المهم اراكم معارفين احنا عيلا طرها عشقة ومن ليلة تنعشقوا الحاجة اليوم ونملوها لغد لي ولكن كيكون دائما عندنا واحد اللون معين عزيز علينا دائما نوخة درنا في احويجت هكا داز عليهم الوقت ولا ما بقاوش صالحين الاستعمال كيبقاو عزيزين علينا شكون اللي بنات اللي فيها هاد المسألة هادي تقول هاريا في التعارق ومرحبا بكم كيموك لكم نشرح لكم هنا كان قلب كان نشوف هكا لعيبة اللي عندي شنو غادي تناسب لي مع الصويك خضيت هاد لعيبة هاتي غادي نسقها لي كحلا معادر تسليس لكحلا اللي شفتوا معايا البارح اللي اللي اختاريت ودرت هاد لعيبة هاتي حدا هي هادو غادي نحيدهم ديرهم الصويك اللي فيتلي خيط معاكم ديال البحر البنات باقي ما درت ليهش لعيبات بحلاكة عجبوني هادو هكا لعيبات فيهم رمز هكا اللي كيكون في مثلا البطوات وراكم شفتوا اللعيبات كيفاش دايرين يعني شي حاجة تناسب الصويك ديال البحر هناك نشارك معاكم الخيوط ستفتهم اللوينات عالتيني نعمل الله عزيز علينا ستفاك اللوينات شي حاجة هكا نستفها تكون مقدة ومهم نقدم ما كتكون الحاجة مقدة ستفاك ولي حاجة في بلاستها قدم ما كنا نكون وحنا في خواطرنا مرتاحين نفسية ديالنك تكون مزيانة ودائما بالطاقة الايجابية هناك نشارك معاكم هاد الوين حتى هوا غادي نصوب هاتو بشي حاجة حتى هي المهم المخدة هي وجدة كما قلت لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نشارك معاكم كامل هاد اللوازم اللي صيبت توبط لخيط طراني شاركت معاكم فيديو قصير لكن ما هضرتش فيه على اللي صورت ان شاء الله يا ربي اتمنى البنات شوفوا لي الفيديوات قصارين لايعتكم الخير جلسكم الله الف خير حتى هم ورا محتاجين لكم اهنا خديت هاد اللعبات هادو اللي درت ليدات عندي غير جوج معا لأسف درتهم غير واحد ليد اللي كيكون ما نقدم هكا من جهة وكاينين سلاسل كما انتم ما كتشوفو ديال لغطة ديال السك المهم هكا خديت حويجت هكا بساطين وخفافين قد ما الحاجة كتكون خفيفة البنات كتكون زوينة والحمد لله المهم افكار بسيطة دائما كنشارك معكم افكار بسيطة اللي انتم ما اه غدت اخدوهم ان شاء الله يا ربي تستعملهم في حويج اخرين تديروا اه حويجت هكا لضرقهم اللي اه تنفعوا بيهم المهم هاد افكار هادو خاصة للعشاقات اه الخياطة والعشاقات الاعمال اليدوية خاصة اه اللي كيقلبوا على افكار بحال هكذا ان شاء الله مازال افكار جديدة اه اللي زوينة وسهلة وفي متناول جميع غير منضارك توجدي حويجة زوينة اللي غدتشرب فلوس اه في اه السوق المهم هنا كننقلب كنشوف العيبة اللي غايكونو مناسبين مع هاد الخيط هادا ولقيت هادو غير الججلي عندي ولي كان غدي نديرهم وتمسح ما مناسبهاش غدي نحيدوها ان شاء الله حتى نستعملها شي حاجة اخرى اللي مناسبة ليه المهم كي موقت لكم هاد العيبة هادو راني كان ناخدهم اه في حويجت هكا ما بقاوش صالحين استعمالوا العيبة بقا جديدة زوينة غنقلب عليها عند مول الخيط وما غنلقهاش كي ما كان قوليكم البنات إلا مشيتي عند مول الخيط هكا اللي اه كيبيع لوازم ديال الخيطة ما غتلقيش العيبة بحل هكا اللي انتي اه كتكوني حاطهم كي ما كنت لكم محتفظة بهم إلا بغتي تستعمليهم اه في شي حويج هكا في شي اه مثلا اه الساك ولا شي حاجة هكا صيبتها ما غتلقيش هاد العيبة هادي اللي كنت لكم عند مول الخيط هنا خديت هادو اه اللي بلكحل اه اختاريت الكحل هادي على شكل ورده غن نسقها السليسله والاخرى احتها هي على شكل ورده وخا صغيره ولكن اه جاو زويونين مع هاد جوج الريوس ديال السليسله المهم حاجة كي ما قلت لكم قدمها كتكون خفيفة كتكون زوينا وعايتها منظر وعايتها العين ومرحبا بكم بلايك والاشتراك والبرتاج مع الاهل والاحباب جزاكم الله ألف خير شجعو اختكم ببرتاجي اختكم اللايعتكم الخير عطيه اللي عندكم المهم راكم عارفين عليش داويا وانا معكم دائما كي ما انتم دبره ولفتوا معايا كان نذكر قناة من قانوتكم اللي تتابعني دائما بصدق قبل اخلاص في الفيديو في عرض اللي كان ندير معكم دائما والحمد لله بصحتكم وراحتكم والابنات اللي استفدوا هادية بصحتة لكن الحمد لله استفدتوا منها لانه قانتك تحتاج دائما في البداية ديالها الدفعة اشنا هي الدفعة بحال اللي قلتي طلعتها واحدة درجة ولا نصف درجة ولو بحاجة بصيطة بحلاكة هادية خفيفة لكن كتكون دفعة لديك القانة باش تزيدي بها القدم قدم ما القانة كتزيدي تطلعها قدم ما هاد العالم كيعاونها يوصلها للناس الاخرين قدم ما كتخدمي على قناتك قدم ما كتستفدي منها اما إلا ما كتخدميش على القناة كترجع للور كيما قلت لكم وخا الهدية بسيطة لكن الحمد لله استفدتوا منها لانها شي حاجة اللي كتبقى ما كتطير شاركوا معارفين عليش دويا ومرحبا الف مرحبا بكم دائما معايا بصدق قبل اخلاص كيما انتم دائما معايا بصدق قبل اخلاص كتشوفوا الجديد ديالي دائما خاصة الناس اللي كيكونوا سبقين يشوفوا الجديد ديالي يكون لايف فيديو قصير عارض كيكونوا حاضرين معايا دائما وكيبارتاجي ومليكا تشوفوا البنة العارض محدود اول دقيقة لولا كيطاح لكم الاشعار ديال العارض دخلي حتي تعليق واللايك وبرتاجي لك الساعة اللي ما حضرتيش ليه دوروف الله يكون في العون احنا كنا عضرو بعديتنا مش مشكلة ولكن مليكا تحليك الاشعار ديال العارض خاص كي دخليت حتي البصيمة ديالك وحده الجديد المهم لي قدرت عليها اللايكات هكي لك نكتارين لهادك العارض راكي يدفعوه كما كان اقول لكم دائما يوصل الناس الاخرين وحتي تعليق برائيسية ديالك بلاشين ديالك والكمال على الله هذيك الساعة اللي ما حضرتيش راكي حطيتي للسيدة باللينتية معاها شفتي هذك العرض الله يكون في العون كل واحد ووقته كل واحد وضروفه الحمدل الله مني وجبدو الله العظيم لك انا احطل عرض ديالكم فاتصب عندي باش مازقلهم مش باش مليت وصل الوقت وكان طلع لكم واش وصلت الوقتهم ولا مازال مهم كاتجي بعد الظروف كاتمنعني انني نحضر معاكم للضرورة احكم دائما لكم معارفين كذلك في الليف ندخل عندك انا قلس معاك حشرة دقيق خمسة دقيق كاتجيني ضروف كنتر انني نقول لك بسلام عليك عند الظروف خاصة لهذا دائما نكونوا معا بعدنا ونعضروا بعدنا كما قلت لكم اهم حاجة البصيمات والبرتاج بارتاجي المحتوي اللي طاح لك الاشعار وحطي تعليق ديالك البصيمة والكمال على الله هديك الساعة حضرتي مرحبا والف مرحبا ما حضرتيش الله يكون في العون كل واحد وضروفه غير الواحد يكون صادق معاك والحمد لله وما يدوم غير المعقول وصلت معاكم للنهاية ديال الفيديو ما بغتش نطول عليكم لانه الوقت الله يكون في العون كما قلت لكم هدي مخدة اللي فيها اللوازيم ديال الخريجات اللي غنشارك معاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله هتسنوها بلايك وليش تركتها الله وليفرسكم السلام عليكم